تحياتي لك وتحياتي لضيفيك الكريمين التي وجهت لنتنياهو ولجيشه المحتل استطاعت أن تربق ونتنياهو حتى اللحظة يشعر وكأنه ذلك الثور الجريح ذلك الثور الهائج الذي وجهت له لطمة شديدة القوة هذه اللطمة أثرت على قراراته وعلى استراتيجية التعامل مع الأزمة لدرجة أنه لا يذال حتى اللحظة يمارس عنفا لا محدود يعني استهداف المستشفيات استهداف المدارس الأونر واستهداف مناطق اللاجئين استهداف حتى المستشفيات لم يتركها نتنياهو ولدان بلحظة إرباك استمرت لنحو أسبوعين حتى اللحظة لم يبقي ولم يزر في قطاع غزة أي شيء داخل قطاع غزة البشر والحجر لا يذال حتى اللحظة في بنك أهداف مفتوح لدى الجيش الإسرائيلي الذي وجهت له صفعة تاريخية بالتأكيد سيكون لها ما بعدها قوة الغرب في تقديمها لهذا الدعم هي تسعى لأن تبقي الجيش الإسرائيلي وإسرائيل يعني في فارق كبير ما بينه ما بين القوى المقابلة رغم أنه هذا الأمر واضح للعلن أنه هذا الجيش الإسرائيلي بالعتار الضخم والدعم الغربي والأمريكي اللامحدود ليه لا يمكن أن نقارنه بقوات مقوامة ضعيفة تعمل تحت الأرض تسعى للانتقام وتوجيه صفعة ولمجرد أنه تدافع عن هذه الأرض المحتلة هذا الهلع الغربي هو هلع كاشف لحقيقة المواقف الغربية والتي هي في مجمالها هي مواقف زائفة